في تموساوث التانية أصحاح أربعة وهو بيحرضوا على الكرازة بالإنجيل في وقته مناسب وغير مناسب بتكليف رسمي نعم أُنشدك أي أكلفك أمام إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدينا الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة أعقف على ذلك في وقته مناسب وغير مناسب وهنا عايز أتكلم عن نظور الكلمة يا جسيس كلمة الله هي الأداة الوحيدة التي بيستخدمها الله لاختراق أعماق الإنسان لإحداث التبكيت الحقيقي العميق الداخلي وهنا هي مشبهة بأنها أنضى من كل سيف انزيح الدين وخارقة وخارقة إلى مفرق النفس والروح إلى مفرق النفس والروح كلمة الله حية فعالة وفعالة وآمضة من كل سيف انزيح الدين وخارقة أحد الكلمات اليونانية يا جسيس كلمة مؤلمة جدا الكلمات اللي استخدامها الكاتب العبرانين بيتكلم أحد الكلمات أنا مش فاكري أنهي واحدة منهم حية كلمة الله حية وفعالة وآمضة وخارقة ومميزة أفكار القلب هي مميزة دي مميزة دي قال الكلمة دي كانت بتستخدم في المصارعات اليونانية والمصارعات الرومانية أنه الاثنين المتصارعين لما واحد فيهم بيغلب التاني بيحط الخنجر بتاعه تحت ذقنه عشان يرفعه يرفع له راسه عشان عينهم تلتقي تخيل اللي بيعمل له الروح القدس في النفس أن يدأ يخلي عيناه تلتقي بعيني الله أي يضع في مواجهة حقيقية أمام المعايير الإلهية مش المعايير الإنسانية ولا مجتمعية ولا العائلية دي عملية الإقناع العميق وده دور الكلمة عشكده دي جلة المساوس اكرز بالكلمة أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب بعد كده جاله تلت كلمات وابخ الكلمة في أصلها تعني استخدام الإقناع استخدم إمكانياتك العقلية للإقناع انتهر خاطب الضمير خاطب الضمير عظ أن يقدم تعليمات واضحة ماذا يفعل بعد ما تم توبيخه أي إقناعه عقليا وانتهاره أي لمس الضمير يعني جله بتعمل إيه تعالى للمسيح جله أصرخ أصرخ من قلبك وقول له الله مرحمني تعليمات واضحة نعم الرسول بطرس عمل كده في أول عزة في أعمال الرسل أيها في أعمال اتنين استخدم الإقناع من العهد القديم أن اللي قال تلتو ده يسوع هو ما سيى العهد القديم ابن الله ابن داود واستخدم كل أدلة الإقناع من العهد القديم فلما استخدم أدلة الإقناع الروح القدس استخدم الكلمة نخسوا نخسوا في ضمائرهم وكلمة نخسوا كلمة مؤلمة نعم كلمة مؤلمة شعروا بالألم العميق الداخلي إنهم موافقوا على قتل يسوع وجالوا له ماذا نصنع فجال لهم توبوا وليعتمد كل واحد فيكم قدم تعليمات واضحة ودي البروسيس ده اللي بيحصل فيها اشتركوا في القناة